السلام عليكم طلاب ثالث فنون تطبيقية وزراعي نكمل محاضرات الفصل الرابع وناخذ التوافق طبعا التوافق نرمزلها بالرمز C مختصر لكلمة توافق أو بالرمز اللي هو تكون أقواس بالأعلى يكون عندي N وبالأسفل يكون عندي R وأيضا هنا N و R لكن الأقواس ما مستخدميها حاليا يعني بالكتاب فمعتمدين الـ C قيمة R دائما تكون أقل من الـ N يعني أصغر يعني الـ N هي الكبيرة هي القيمة الأكبر أو نقول الـ R هي أصغر دائما من الـ N طبعا الـ N و R هي اثنيناتهم رموز لعدد عناصر لكن الـ R تكون جزء من الـ N ماذا أخكم بهذه التفاصيل؟ ندخل مباشرة بالموضوع وناخذ مثال أو سؤال نشوف شلون يجيني وشلون أحل هذا القانون اللي هو اللازم أحفظه اللي بالأحمر R للـ N C توافق R للـ N مضروب الـ N وعرفنا شنو المضروب على R مضروب في الناقص R مضروب أول توافق عندي اللي هي C ثلاثة من الثمانية لازم أعرف وين الـ N وين الـ R هس هذا هو الـ N الـ N قيمته ثمانية والـ R هي ثلاثة مباشرة على القانون نطبق ونحله ما رح أكتب القانون لأن كاتبته هنا أنا فوق مضروب الـ N يعني مضروب لثمانية R مضروب اللي هي قيمة الـ R جد ثلاثة مضروب في الناقص R يعني ثمانية ناقص ثلاثة مضروب ويساوي أحل المقام قبل البسط حتى أشوف إذا أكو اختصارات مضروب ثلاثة رح أنزلها مثل ما هي في ثمانية ناقص خمث ثلاثة اللي هي مضروب خمسة ما عنسى هذا المضروب اللي بعد القوس زين هسا نحلل البسط مضروب الثمانية شن يعني يعني ثمانية في سبعة في ستة في خمسة رح أتوقف الحد خمسة وأخلي المضروب أنزل المضروب لأنني ما كملت للواحد حتى أشيله للخمسة لأن عندي بالمقام أكو خمسة رح أختصرها وياها طبعا أقدر للثلاثة بس ما يحتاج أختصر ثلاثة وثلاثة دائما أحاول أختصر الأكبر فهسا اللي بقى عندي شنو بس أضرب وأقسم ثمانية في سبعة ستة وخمسين في ستة هي تلاثمية وستة وثلاثين على مضروب لثلاثة يعني ثلاثة في ثنين في واحد ثلاثة في ثنين في واحد هي ستة فتلاثمية وستة وثلاثين على ستة رح ينطيني ستة وخمسين ستة وخمسين هذه بالنسبة للتوافق نأخذ مثال ثاني اللي هو توافق من الأن للخمسة بنفس الطريقة نحل أيضا توافق من الثنين للخمسة الخمسة هي قيمة منه الأن والاثنين هي الار فمضروب الخمسة اللي هي مضروب الأن على مضروب الار اللي هو الثنين في الناقص الار الناقص الار 5 ناقص 2 5 ناقص 2 نجد مضروب 3 وانزل مضروب 2 هسا نفك مضروب 5 اللي هو 5 في 4 في 3 هتوقف الحد مضروب 3 على مود اختصره لو ماكو اختصار اكمل الحد الواحد فهسا 5 في 4 هي 20 على مضروب 2 يعني 2 في 1 20 على 2 ينطيني 10 بكل بساطة هذ هي التوافق زين في حال انطاني جد قيمة N شلون اوجد قيمة N للتوافق يعني مثلا توافق ال N مجهولة منطين ال R تساوي 55 هذا الناتج اللي احنا دلين طلعه هسا طلعناه من حليت وطلعت شقد التوافق هنا انا منطينية بس المجهول عندي الاحظ هو ال N شلون اوجد قيمة N ايضا عن طريق L طبعا هذا وزاري احسب قيمة N اول فقرة هي اكتب القانون توافق من ال N للاثنين اطبق عليه مباشرة مضروب ال N ال N مضروب ها مضروب ال N اخذناه بال مضروب شي ساوي لي مو N N ناقص واحد يعني كقانون واكمل N ناقص اثنين N ناقص اثنين ناقص اثنين اشوف ايش قد احتاج هذا هو مضروب ال N بس قبلها خلي احل المقام وبعدين ارجع للبسط المقام ايش عندي ال R مضروب اللي هي الاثنين هذه مضروب الاثنين في N ناقص R ال N هي N اصلا تنزل ناقص ال R هي اثنين لأن N مجهولة مضروب هسا احل البسط بالبسط مضروب ال N هو N في N ناقص واحد N ناقص اثنين اللي هنا اتوقف ليش انتبه مو عندي اختصار بسط وي مقام لذلك حليت المقام قبل البسط حتى شوف وين عندي اختصار طبعا يساوي لي 55 يعني اني المقام اللي حدد لي يعني اش قد اخذ انه اناقصها من فد رقم معين وبعدين اتوقف يعني ممكن اكمل ال N-3 ال N-4 بس لش وقت اتوقف المقام هو اللي يحدد لذلك احلي المقام قبل البسط حتى شوف وين اكو اختصار هسا شنو بقى عندي بقت عندي N-1 تساوي 55 طبعا على مضروب الاثنين مضروب الاثنين يعني اثنين في واحد اثنين في واحد وين اش قد قيمتها اثنين زين هسا شنو بقى عندي طرفين في وسطين نضروب طرفين بوسطين حتى احسب قيمة N يعني الاثنين رح تنضروب في الخمسة وخمسين وهذه طبعا مقامة واحد يعني واحد في N-1 رح تنزل عندي N-1 يساوي 2 في خمسة وخمسين هنا احصل عندي توزيع N-N هي N-3 ناقصا N-1 هي N ويساوي 2 في خمسة وخمسين مية وعشرة صارت عندي معادلة حتى طلع قيمة N اش اسوي اصفرها للمعادلة فN-3 ناقصا N هذي المية وعشرة تدخل قبل اليساوي رح تتغير اشارتها صار ناقص مية وعشرة يساوي صفر صارت عندي معادلة من ثلاث حدود لازم شا سوي هس احللها بشنو رح احلل تجربة لن عندي ثلاث حدود ناقص تنزل الناقص بالناقص هي زائد هس اشوف المية وعشرة يا رقم اضربه برقم ينطيني مية وعشرة اللي هي دعش في عشرة دعش في عشرة هي مية وعشرة فاخلي الرقم الكبير هنا والصغير هنا دعش في عشرة لان الاشارات مختلفة من الاقواس فاحاول اخلي الكبير اول واحد هساش صار عندي قيمة N اما N ناقص دعش تساوي صفر اذا شنو ان قيمتها N تساوي لي دعش انقل الان انقلها للدعش سالب دعش صير دعش او N زائد عشرة تساوي صفر اذا قيمة الان هي السالب عشرة طبعا القيمة السالبة شبيها تهمل السالب عشرة تهمل لان N دائما تكون قيمة يعني تكون صحيحة وموجبة تمام اذا قيمة N ساوي لي دعش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر